حدثنا يزيد أنبأنا الوليد يعني ابن عبد الله بن جميع عن أبي الطفيل قال لما أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك أمر مناديا فنادى إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ العقبة فلا يأخذها أحد فبينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوده حذيفة ويسوق به عمار إذ أقبل رهت متلثمون على الرواحل تشعوا عمارا وهو يسوق برسول الله صلى الله عليه وسلم وأقبل عمار يضرب وجوه الرواحل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لحذيفة قد قد حتى هبط رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما هبط رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل ورجع عمار فقال فقال يا عمار هل عرفت القوم فقال قد عرفت عمت الرواحل والقوم متلثمون قال هل تدري ما أرادوا قال الله ورسوله أعلموا قال أرادوا أن ينفروا برسول الله صلى الله عليه وسلم فيطرحوه قال فسأل عمار رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال نشدتك بالله كم تعلموا كان أصحاب العقبة فقال أربعة عشر فقال إن كنت فيهم فقد كانوا خمسة عشر فعداد رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم ثلاثة قالوا والله ما سمعنا منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما علمنا ما أراد القوم فقال عمار أشهدوا أن الاثني عشر الباقين حرب لله ولرسوله في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد قال الوليد وذكر أبو الطفيلي الطفيلي في تلك الغزوة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للناس وذكر له أن في الماء قلة فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم مناديا فنادى أن لا يرض الماء أحد قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم فورده رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد رهطة قد وردوه قبله فلعنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ حسن عبد الله حدثني أبي من كتابه حدثنا إبراهيم بن خالد حدثنا رباح بن زيد حدثني عمر بن حبيب عن عبد الله بن عثمان بن خثيمين قال دخلت على أبي الطفيل فوجدته طيب النفس فقلت لأغتني من ذلك منه فقلت يا أبا الطفيل النفر الذين لعنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من بينهم من هم فهم أن يخبرني بهم فقالت له أمرأة سوداء ما يا أبا الطفيل أما بلغك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم ما إنما أنا بشر فأيما عبد من المؤمنين دعوت عليه دعوة فاجعلها له زكاة ورحمة حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن عبد الله بن عثمان بن خثيمين عن أبي الطفيل قال لما بني البيت كان الناس ينقلون الحجارة والنبي صلى الله عليه وسلم ينقل معهم فأخذ الثوب فوضعه على عاتقه فنودي لا تكشف عورتك فألقى الحجر ولبس ثوبه صلى الله عليه وسلم حدثنا يونس بن محمد حدثنا حماد يعني ابن زيد حدثنا عثمان بن عبيد الرسبي قال سمعت أبا الطفيل قال 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 رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نبوة بعدي إلا المبشرات قال قيل وما المبشرات يا رسول الله قال الرؤية الحسنة أو قال الرؤية الصالحة حدثنا أبو سعيد مولى بن هاشمين حدثنا مهدي بن عمران المازيني قال سمعت أبا الطفيل وسوء إلى هل رأيت الرسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم قيل فهل كلمته قال لا ولكن رأيته انطلق مكانا كذا وكذا ومعه عبد الله بن مسعود وأناس من أصحابه حتى أتدار قولا فقال افتحوا هذا الباب ففتيح ودخل النبي صلى الله عليه وسلم ودخلت معه فإذا قطيفة في وسط البيت فقال ارفعوا هذه القطيفة فرفعوا القطيفة فإذا غلام أعور تحت القطيفة فقال قم يا غلام فقام الغلام فقال يا غلام أتشهد أني رسول الله قال الغلام أتشهد أني رسول الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعوذوا بالله بالله من شر هذا مرتين حتى لا يزيد بن هارون أنبأنا الجريري قال كنت أطوف مع أبي الطفيل فقال ما بقي أحد رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم غيري قال قلت ورأيته قال نعم قال قلت كيف كان صفته قال كان أبيض مليحا مقصدا حدثنا وكيع حدثنا معروف المكي قال سمعت أبا الطفيل عامر ابن واثلة قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وأنا غلام شاب يطوف بالبيت على راحل التي هيستلم الحجر بمحجنه حثنا ثابت بن الولدي بن عبد الله بن جميعا حدثني أبي قال قال لي أبو الطفيل أدركت ثمان سنين من حياتي رسول الله صلى الله عليه وسلم وولدت عام أحد حثنا عبد الرزاق أنباء معمر عن ابن خثيمين عن أبي الطفيل وذكر بناء الكعبة في الجاهلية قال فهدمتها قريش وجعلوا يبنونها بحجارة الوادي تحملها قريش على رقابها فرفعوها في السماء عشرين ذراعا فبين النبي صلى الله عليه وسلم يحمل حجارة من أجياد وعليه نميرة فضاقت عليه النميرة فذهب يضع النميرة على عاثقه فيرى عورته من صغر النميرة فنودي يا محمد خمر عورتك فلم يرع ريانا بعد ذلك حثنا عبد الصمد حدثنا حماد بن سلمة حدثنا علي بن زيد عن أبي الطفيل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت فيما يرى النائم كأني أنزع أرضا وردت علي وغنام سود وغنام عفر فجاء أبو بكر فنازع ذنوبا أو ذنوبين وفيه مضعف والله يغفر له ثم جاء عمر فنازع فاستحالت غربا فملاء الحوض وأروى الواردة فلم أرعب قاريا أحسن نزعا من عمر فأولت أن السود العرب وأن العفر العجم حثنا يحيى بن آدم حدثنا عبد الله أبن المبارك عن عبيد الله بن أبي زياد قال سمعت أبا الطفيل يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رملا من الحجر إلى الحجر حثنا أبو كامل مظفر بن مدرك حدثنا إبراهيم بن سعد حدثنا أبن شيهاب عن أبي الطفيل عامري بن واثلة أن رجلا مر على قومين فسلم عليهم فردوا عليه السلامة فلما جاوزهم قال رجل منهم والله أني لا أبغض هذا في الله فقال أهل المجلس بئس والله ما قلت أما والله لننب أنه قم يا فلان رجلا منهم فأخبره قال فأدركه رسولهم فأخبره بما قال فأنصر فالرجل حتى آت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله مررت بمجلس من المسلمين فيهم فلان فسلمت عليهم فردوا السلامة فلما جاوزتهم أدركني رجل منهم فأخبرني أن فلان قال والله أني لا أبغض هذا الرجل الرجل في الله فادعه فسله على ما يبغضني فدعه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال فسأله فسأله عما أخبره الرجل فاعترف بذلك وقال قد قلت له ذلك يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما فلم تبغضه قال أنا جره وأنا به خابر والله ما رأيته يصلي صلاة قطو إلا هذه الصلاة المكتوبة التي يصليها البر والفجر قال الرجل سله يا رسول الله هل رآني قد تؤخرتها عن وقتها أو أسأت الوضوء لها أو أسأت الركوع وسجود فيها فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال لثم قال والله ما رأيته يصوم قطو إلا هذا الشهر الذي يصومه البر والفجر قال قال يا رسول الله هل رآني قطو أفطرت فيه أو أنت قصت من حقه شيئا فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا ثم قال والله ما رأيته يعطي سائلا قطو ولا رأيته ينفق من ماله شيئا في شيء من سبيل الله بخير إلا هذه الصدقة التي يؤديها البر والفجر قال فسله يا رسول الله هل كتمت من الزكاة شيئا قطو أو ما كست فيها طالبها قال فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال لا فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم قم إن أدلع الله خير منك حدثنا يعقوب حدثنا أبي عن أبن شيهاب أنه أخبره أن رجلا في حياتي رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على قومين ولم يذكر أبا الطفيل قال عبد الله بلغني بلغني أن إبراهيم بن سعد حدث به هذا الحديث من حفظه وقال عن أبي الطفيل حدث به أبنه يعقوب عن أبيه فلم يذكر أبا الطفيل فأحسبه وهي ما والصحيح رواية يعقوب والله أعلم حثنا يونس عفان قال حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن أبي الطفيل أن رجلا ولد له غلام على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ ببشرة وجهه ودع له بالبركة قال فنبتت شعرة في جبهته كهيئة القوس وشب الغلام فلما كان زمن الخوارج أحبهم فسقطت الشعرة عن جبهته فأخذه أبوه فقيده وحبسه مخافة أن يلحق بهم قال فدخلنا عليه فوعظناه وقلنا له فيما نقول ألم تر أن بركة دعوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم قد وقعت عن جبهتك فما زلنا به حتى رجعا عن رأيهم فرد الله عليه الشعرة بعد في جبهته وتابه حثنا يعمر بن بشر حدثنا عبد الله يعني ابن مبارك حدثنا عبيد الله بن أبي زياد قال سمعت أبا أطفيل يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم رمل ثلاثا من الحجر إلى الحجر ترجمة نانسي قنقر